اخونا يقول يلاحظ ان بعضا من المسلمين يشاركون المسيحيين في عيد الميلاد او الكريسمس كما يسمونه ويرجو التوجيه لا يوجد للمسلم ولا للمسلمة مشاركة المصارى او اليهود او غيرهم يكفر في اعيادهم فالججب طرف ذلك لان من شبه بقوفه منهم والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من مشابهتهم خلق باخلاقهم فعلى المؤمن وعلى المؤمنة ان حذروا من ذلك وانا يساعد في اقامتها للعياد باي شيء لانها عياد مخالفة لسرع الله ونقيمها عداء الله ولا يجوز الاشتراك فيها ولا التعاون مع اهلها ولا مساعدتهم باي شيء لا بالشاي ولا بالطهوة ولا باي شيء من الامور كالاواني ونحوها وايضا يقولوا الله السبحانه وتعاونوا الابر والتقوى ولا تعاونوا الابر والعظمان فالمشاركة مع الكفرة في اعيادهم نوع من التعاون الابر والعظمان فالواجب على كل مسلم على كل مسلمة تركوا ذلك ولا ينبغي الاغر يركر بالناس في افعالهم الواجب ان ينظر في الشرع بالاسلام وما جاء به وان يمتزل امر الله ورسوله وان لا ينظر الى امور الناس فان اخر الخلق لا يبالي بما سرع الله كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم وان تطعك من ذلك عن سبيل الله قال سبحانه وما اخر الناس ولو حرصت بالمؤمنين فالعوائد المخالفة الشرع لا يجوز نحن بها وينفع لها الناس والمؤمن يزن افعاله واقواله ويزن افعال الناس واقوال الناس من كتابه السنة من كتاب الله وسنة رسوله الصلاة والسنة فما وافقهما او احدهما هو المقوم وينفركه الناس وما خالفهما او احدهما فهو المغدود وينفعاله الناس وزع الله للمتابق والهدار